مبارا وزميلنا كريم أحمد والقاء مع كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي أكيد الأمر كان بالنسبة لنا كلنا نطمح أننا نكسر حتى في البداية قلناهم نحن منصق فيكم ولا ما كناش يعني هنلعبكم فلازم تكونوا وصقين في نفسكم لازم تكونوا وصقين في التشارت اللي انتم لابسينه ناس كتيرة جدا قدت أو كلهم قدوا بشكل هايل جدا لكن فينا صبعا في فروق فردية بتحصل مع الخبرات ومع المباراة أكيد هنستعين يعني احنا بدأنا كده بدأنا المباراة كده هنشوف رأي مسلماني في اللجاية عندنا مجموعة يعني استعادت شفاءها سواء كانت كورونا أو برد عادي يعني عندنا حوالي بتاع 8-9 لعيبة وارد جدا ان هما يكونوا موجودين بالعناف في المباراة اللي جاية هي فرصة للناس اللي ما بتشاركش بشكل مستمر فرصة للعيبة الصغيرة كلنا بنلعب كده يعني كلنا عشان تلعب في الندي الأهلي هتلعب بظرف مش بتلعب بمنافسة أكيد يعني بمعنى يعني ان انت هيجي لك حد لعبة دولية مش موجودة حد متعور حد موقوف حد عايز يريح فبتل بيتم تدفع من النشين كلنا اللي عبنا في الظروف اللي شبه كده عليك ان انت تتمسك بالفرصة انت بتلعب في قطع النشين يعني ممكن خمس سنين وست سنين وسبع سنين عشان اللحظة زيدي لما تجي لك اللحظة دي ما تبقاش خايف ولا الآن ممكن تبقى عامل الحساب شوية لكن القلق ده صحي بس ما يتقلبش الضغط عصبي داخلي عندك وده اللي احنا كنا حرصين احنا نتكلم معا على اللعيبة ككلها الحمد لله يمكن نتحضروا بشكل كويس رغم من بقول لك ان هم عزيرهم لان عدد كبير جدا في المبارا واحدة مش واحد ولا اتنين ولا تلاتين انت بتكلم في حوالي 8-9 لعيبة موجودين حتى اخر المبارا تقريبا من اللعيبة الكبيرة هاني بحاجة جدا 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 يعني عمل مبارا رائعة مع محمود وحيد مع صلاح وحسام حسن وكريم فؤاد بالتأكيد لكن في النهاية مجموعة صغيرة مباشرة جدا بالخير شوية خبرات وشوية يعني تعامل مع مواقف اكيد وخبرات لعب وحسية لعب وستمرارية لعب شرح ماني بحاجة كويسة بالقول ربنا يكون فعون الجازل فانا كبسايد لان انت عندك اصابات ومنتخب الوطن ايه كمان بفي اصابات والحقيقة يمكن التحضير بيكون صعب جدا لان انت لسه كمان عندك كاس عالم ظرف صعب جدا الحقيقة لكن هو قادر لنادي الاهلي كده الظروف دي عايشانها ازاك اجاز فانا كبسايد والله خلاص يعني انا دايما بقول الواقع الجه خلاص يعني فلازم تتعامل معه يعني طبعا خسارة اكرم توفيق خسارة كبيرة جدا بالنسبة لنا وفترة مهمة جدا في الموسم يمكن ما بدأناش حتى بطولة افريقيا كدوري مجموعات يعني داخل على بطولة كاس عالم الاندية داخل على دوري ملعبناش في غير سبع مباريات يعني تكملته يعني لكن في النهاية نهم حاجة سلامته يعني خلينا ننتظر دايما ونشوف هنعمل ايه وزي ما انا قلت يعني دايما لما كنا عندك فرصة ان انت تشارك في تيم زي النادي الاهلي ما بيجيش كتير خلي بالك يعني فرص مما بتتكررش كتير يعني ممكن تيجي مرة وبعدين تستنى شوية كتير عشان تيجي تاني يعني لما تجي لك تمسك بيها مش بالضرورة تعمل احسن حاجة لكن يهمني ان انا اشوف واحد مش خايف يهمني ان انا اشوف واحد واصق في نفسه وامكانياته وقدراته عنده تحمل مسئولية عنده شخصية موجودة في الملعب التوفيق وعدم التوفيق ممكن يبقى مش حليفك لكن بتبان مع اللمسة مع الباصة مع الجارية مع الاحت اتكاك مع الاشتراك مع حتى طريقة ادائك وظهورك لزميلك كل دي شخصية بتديني مؤشر على طول ان الايب ده ممكن يلاعب في النادي الاهلي ولا لا برنامج التدريب حتى مباراة الاسماعيلي مباراها تكون اقوى بشكل كبير لكن برنامج التدريب ماشي ازاي كابتن بقر عندها تمرين وهنشوف البرنامج لحد مباراة الاسماعيلي ان شاء الله شكرا شكرا بنشكر اكيد الكابتن سعيد عبدالحفيز مدير الكرة طبعا على هذه التصريحات